غطس فنرجو ان سيادة الوزير يعني ما يغطسش ويقدر انه يعني يعمل شيء هام في هذا الامر لانه يعني زي ما انتوا سمعين الرئيس واحنا كاعلام والجرائد مصر عارفة اوجعها كويس اوي وعارفة مشاكلها كويس اوي اللي بيجرأ ايه ان يأتي الوقت ان انت تواجه يعني مثلا من الاشياء اللي انا اقف عندها جدا موضوع الفيروس سي احنا انا فاكر حلقة 2005 2006 كنت اتحدث عن الناس اللي في مصر عندها فيروس سي ومضطرة تاخد الانترفيرون ومش عارف ايه ومحتاجين 200 الف جنيه وعلشان يجيبوا الدوء كل هزي الاشياء النهاردة تتحدث عن علاج مليون ونص تم علاجهم تم علاجهم يعني اذا كان فيه شيء تم انتهاء والانفو جراف ده معمول محترم جدا تم علاجه مليون ونص مصري عندهم فيروس سي تقريبا مجانا يعني لو تقارن بالسعر اللي موجود بر مليون ونص مريض تم علاجهم 1487 جليه فقط تكلفة علاج المريض خمسة مليون مواطن تم فاحصهم واحد واثنين من عشرة مليون تم علاجهم على نفقة الدولة يعني من مليون ونص في مليون وميتين تم علاجهم على نفقة الدولة 18 شركة محلية توفر الدواء كانت تسعة من عشرة مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة تسعة مليار جنيه وفرها تصنيع الدواء محلية 189 واحدة تقدم العلاج هو ده النموذج اللي أنا عايزه انك تعرف ايه المرض وتعالجه خلاص انت اقتحم بقى اقتحم جي قالك ايه قالك انا عالج فايسي بارسي ده خلاص هات او زي ما جينا قولنا ايه العشوائيات دي احنا هننهيه خلاص الامر ده انته يا محدش حيبه في عشوائيات تاني يعني مش هنروح مقابر تاني يعني ما فيش ايه ما فيش صخرة بتاعت المؤطم دي ما فيش منشيت ناص ما فيش مش عارف ايه ما فيش تل العارف كل كلام مش هعمل كلام خلاص انته اقتحم وخلص موضوع الاقتحم العام ده يجب اقتحم وخلص وانا عارف انه كل حد بيفكر يقرب من الموضوع ده ايده بتتحرق الا الاقتحم العام لان فيه مافيا مافيا مبسوطة وسعيدة لو ترجع للقضية مبارح بتاعة محافظة المنوفية هي الحكاية دي هو الموظف وساطوط الموظف ده ناس كان لها ارض وجاءت لجنة التقنين قالت انا مش هديك الارض خلاص فاحنا عايزين نروح للراجل اللي حيمزي ويخلص مين بتاع نديله اتنين تلاتة مليون جنيه ويجيب لنا الارض بعد ما تم بعد ما ترفض تقنين او كده وحاجات من دي العمل على قطاع اداري فيه ناس مستفيدة من وجوده بشكل غير طبيعي انا عمري ما حانس ابدا الفيديو اللي كان موجود في احدى المصالح الحكومية ودخلت واحدة تتخانق مع صديقاتها اللي بيأكلوا سمك سمك يعني احنا متعودين على الفول على الكشري على سمك تفضلي يا حبيبتي ايه ايه يا جماعة اللي انتم بتعملوين احنا جابين سمك ده رايحة المصلحة زفرة من تعوي ماله اتفضلي بسم الله معانا سمك هذا الامر لن يعني ها الوسية دي لن يتم توفرها الا في القطاع العام المصري وفي القطاع الحكومي المصري ولذلك المعارضة شديدة وحيطلعوا مكشرين عن انيابهم وحيهددوك وحيخوفوك وحيقولك حنزالك في الشوارع وحيطلعوا يقولك انت حتموتنا وعد عادنا في البيت وحرم عليك والعيال طب والعيال اللي جاية بعد كده هتعمل لها ايه لازم تنجدهم دول قاعدين يخلفوا عيال وعايزينك انت تعينهم وعايزينك انت تشغالهم هادي الفينانشل تايمز انه مصر بتحارب فيروس سي وباء فيروس سي بآلية تقودها الدولة يعني انت بايه يعني مش بتكلم بقى ده مش عامر اديب يعني بالصوت فوق انا اللي بتكلم بس ادي الفينانشل تايمز هاي وعلى فكرة من كم يوم يعيني احد المعارضين وحاول اسمه يعني الاخ حسان بهجت وعلى فكرة يوم حسان بهجت ده اتاخد فقضية انا طلعت يعني قلت غلط وزميلنا وقفنا جنبه يعني المهم معلنا فكتب الراجل تويتا قال انا مش حقايد السيسي ولا بقايده بس لو كان في شيء عظيم عمله فهو موضوع فيروسي الراجل اتماسح بيه ارض مصر كلها اتصحل يعني يا مرتدي يا كافر يا مش عارف ايه بتاع السيسي يا مطبلاتي هم اشتروكم لانه هو فيعلى اصدر بصوا يا جماعة في حاجات ما تقدرش يتغمي عينك يعني يعني الناس تعالجت يا ما تعالجتش مفيش بين البنين يعني تيجي تقول لي تقول لي مثلا اخبار التعليم ايه اقول لك والله بيتحسن طب عمل ازاي ما قدرش اقول لك بقى قد كم في المية ولا عشرة في المية انما تقول لي فيه كم واحد التعالج من فيروسي اقول لك انا قابلت واحد شاب بيشتغل في مصنع من مصانع الأدوية في المملكة العربية السعودية اللي بيدينا هنا المادة الفعالة بيتبرعوا بيها من السعودية الولد بيقول لي بيقول لي احنا اخوانا في المملكة العربية السعودية مستعدين يبعثوا كميات للمادة الفعالة دي ويتم التصنعها في مصر علشان مصر عاملة انجاز عظيم في هذا الأمر انجاز عظيم واحنا شوفنا من يومين وزارة الصحة عاملة مناخصة كبيرة علشان برضو تبتدي تعمل سكانينج وتجيب دواء ولو فيه حد تاني عيان يتعالج ده كان وبا وبا